اهلا وسهلا بكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي موضوعنا النهاردة خبر مفرح واسعد قلوب الكسيرين وهو لقاء نيافة الانباء غاصن مع قداسة البابا تودروس التاني لتقريب وجهات النظر والصلح بينهم زي ما توقعنا ان المحبة لا تسقط ابدا كنيستنا قوية وإيمانها قوي علشان كده روح المحبة هي اللي لازم تكون سيدة ياريت كلنا قبل ما نسمع الفيديو بتاع النهاردة نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان توصل لنا كل الفيديوهات الجديدة لقناة مجلة المجتمع الكنسي صدر منذ قليل بيان عاجل من مطرنية مجاجة والعدوى بيتكلم عن لقاء نيافة الانباء غاصن اسكف مجاجة والعدوى مع قداسة البابا تودروس التاني والبيان بيوضح وبيأكد قدي روح المحبة بينهم نص البيان تم اللقاء بالمقر البابوي بالقاهرة مساء يوم الاسنين الموافق 14 سبتمبر 2020 مع قداسة البابا الانباء تودروس التاني بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المركوسية واصحاب النيافة الاحبار الاجلاء نيافة الانباء هدرة مطران اسوان وتوابعها ونيافة الانباء ابرام مطران الفيوم وتوابعها ونيافة الانباء دانيال سكرتير المجمع المقدس ونيافة الانباء ارمية الاسكف العام ورئيس المركز الثقافي القبتي والانباء غاصن اسكف مجاجة والعدوى والتقينا مع غبطته واستقبلنا بكامل المحبة والابوة ونؤكد اننا لا نقبل اية اساءة للكنيسة او لقداسته فهو ابونا كلنا وله كل احترام وتقدير اما بخصوص الدعوة المرفوعة حاليا تم توضيح انني قمت برفعها بصفتي الشخصية كاسكف كرسي مجاجة والعدوى ونرحب بالحلول المطروحة كما وعدت سابقا مع ارشاد قداسة البابا وكل ما يهمنا اولا واخيرا سلام الكنيسة والسلام الاجتماعي ومحبتنا نحن المصريين بعدنا لبعض ووطننا المحبوب طالبين صلوات جبطته والاحبار الاجلاء الحضور تحريرا يوم السلساء 15 ستمبر 2020 الانب اجاصن اسكف كرسي مجاجة والعدوى الخبر ده خبر مفرح لينا كلنا قديه فرحنا لان الفترة اللي فاتت ناس كتير كانت زعلانة بسبب الخلافات اللي حصلت لكن زي ما توقعنا ان المحبة لا تسقط ابدا كما قال الكتاب المقدس كنيستنا اوية وامانها قوي ولازم روح المحبة تكون هي المسيطرة على المجمع المقدس وعلى الكنيسة وعلى الاكليروس وكل الشعب في انتظار تعليقاتكم ومشاركتكم للفيديو بتاع النهاردة بتضغط على لايك وتعملوا شير لأصدقائكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل الموضوعات الحصرية والجديدة لقناة مجلة المجتمع الكنسي شكرا